درج ملف النزوح السوري من الأياد اللبنانية وانتفت تدريجياً سلطة أي مرجعية على ردع هذا التمدد حتى تقلست سبل التصدي له إلى حد اعتماد نهج اللوبي بمختلف الاتجاهات الدولية وبات دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR أعلى من أن تطالها سلطة من المفترض أنها تتمتع بنوع من السيادة على أرضها لم تغرق لبنان في هذا المستنقع إلا المواقف والمزايدات الشعبوية المتراكمة في حين كان يتاجر بهذا الملف من تاجر به منذ العام 2011 إلى حين بدأ الجميع البحث عن حبل نجاة حيث لم يعد ينفع البحث ورغم الإفلاس الجماعي طرقت الجديد باب القوى السياسية في نسختها المحدثة بعد وصول الكارثة إلى المحذور حزب الله الداعي أخيرا بلسان الأمين العام السيد حسن نصر الله إلى تسهيل الهجرة للنازحين عبر البحر يسلم الحكومة أمر التصرف باتجاه سوريا على نحو كامل الدول الغربية ولا لا سيئة أمريكا ودول أوروبية تعمل على إبقاء النازحين في لبنان وعلى مساعدتهم للبقاء في لبنان وهذا أمر مريب بدلا من أن يساعدوا النازحين في لبنان لماذا لا يساعدونهم بالعودة إلى سوريا ودفع المبالغ في سوريا اليوم بما يمتلك حزب الله من علاقة وثيقة وممتازة مع النظام السوري لماذا لا يستخدم هذه العلاقة ويشكل وفد رسمي ويذهب إلى سوريا لينصق مع القيادة السورية لإعادة النازحين نحن لا نقحل لا لسنا مكان الدولة على رئيس الحكومة الذي هو أعلى سلطة تنفيذية أن يذهب إلى دمشق وأن يتعامل مع الحكومة السورية مقابل مقاربة الحزب ذهبت القوات اللبنانية في صقفها إلى حد التحضير لتوقيع عريضة تطالب بأغلاق مكاتب مفوضية اللاجئين في لبنان في فرق بين أنه تقول نحن بنحطهم على بواخر ونكبهم لبرة أو لا تكون العملية منظمة من قبل الأمم المتحدة لتوزيعهم إلى البلدان التي تقبل اللجوء ضمن إطار عمل الأمم المتحدة إذا اعتبرون هن اللاجئين لا ثقة بهذه الحكومة بموضوع النازحين لأنه أساسا وقعنا عريضة عدد كبير من النواب خارج التكتل حتى من عندنا وقعنا عريضة نطلب من هذه الحكومة أن تتابع هذا الموضوع وتعمل مع الأمم المتحدة لتنزع صفة اللاجئين عن كل شخص سوري على الأراضي اللبنانية لأنه هذا مخالف لمبادئ الأمم المتحدة أصلاً التيار الوطني الحر الذي سبق أن طالب بإقفال الحدود يصوب اليوم بالدرجة الأولى على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متهماً إياه بالتخاذل في هذا الملف لو الرئيس ميقاتي جدي بالتعاطي بملف النازحين عليه أن يصعد إلى سوريا بالأمس قبل اليوم ويتفاهم مع الدولة السورية على إعادة النازحين وهيك بتكون العلاقة الجيدة من دولة إلى دولة إذا هو خيف فعلاً من انفجار هذا الملف بأي لحظة اليوم المشكلة أنه وصلنا هذا الملف ليصير ورق التفاوض دولي بين العالم كل يتو ليقدروا يتنازعوا على ملف النازحين في لبنان وكل واحد يقدم أولويات أما الحزب التقدمي الاشتراكي فيرد على الخطوات التصعيدية بأحباطها مقدماً مقترحاً عملياً على المدى المؤقت هذه كلها فشيات خلق بأقتراحات غير عملية وغير مجدي بعضها غير إنساني بعضها الآخر غير مجدي بعضها الآخر لا يقدم حل فكرة مراكز الإيواء المؤقتة في المناطق الفاصلة بين الحدود لماذا حتى اللحظة هذه محظور لا يتم نقاشهم؟ يعني نستسهل نقول خذنا نرميهم بالبحر أو يروحوا بالبحر وما نقول نحن في مجال أنه نناقش نناقش يمكن نوصل لنتيجة يمكن ما نوصل لنتيجة مراكز إيواء مؤقتة يتم تقديم الخدمات فيها للنسحين السوريين في المناطق الفاصلة بين البلدان لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية نائب حركة أمل فادي علامة فيصوب من جهته وجهة قوى الضغط باتجاه مكامن النزوح على اعتبار أنها تتحرك من موقع ضعيف وعلينا بسياستنا الخارجيين فعل قد ما فينا التواصل مع المعنيين لما أقول أنا معنيين يمكن أول نقطة اللي يجب أن يركز عليها هي التواصل مع سوريا التواصل كمان مع الأردن والتواصل مع تركيا لأن هذه الدول الثلاثة حاملين حوالي 5-6 مليون نازح وبالتالي هذه الدول معنيين أكثر من غيرهم بتسريع عوضة النازح لبلاده بين إغلاق الحدود وأقفال مكاتب المفوضية وتسهيل الهجرة عبر البحر ليبياكل العصي مش متل اللي بعدة وإلى حين انتصل عصى النزوح إلى بعض الرؤوس اللبنانية المدبرة والمتقاعسة يكون المركب قد غرق والثمن أصبح باهظا جدا على الجميع ريكاردو شدياء قناة الجديد